بل بتاع إسراء الحكم الزوجي اللي بيعامل زوجته معاملة وحشة احنا قلنا قبل كده يا أيها الطيب يا أيها الرجل خاف من ربنا سبحانه وتعالى انت دايما لازم تحط قدام عينك كده ان وصية النبي صلى الله عليه وسلم انك تعامل زوجتك بما يرضي الله انك تعاملها بالشكل اللي يبيض وشك قدام ربنا بالشكل اللي يعفيك من السؤال والعقاب والحساب علشان كده كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول دي ربنا جعل عقد زوجية بينك وبنها علشان تخاف من ربنا فيها وسيدنا عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه قال استوصوا بالنساء خيرا والنبي يوصينا خير بالست ليه علشان الست دي ضعيفة مهما كانت قوية مهما كانت كبيرة ومهما كانت غنية هي ضعيفة فهي تحتاج لرعايتك فاتق الله عز وجل وبلاش تعملها معاملة توقع العقوبة عليك من الله عز وجل النبي نصحنا اتجوز جوز بنتك لمين لواحد لو أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها وإن كرهها لم يظلمها اتعامل معها بهذا المنطق ترجمة نانسي قنقر